المرتائه مثلا لما دينا اليوم نقولوا ره يدير 140 دولار نوصله انا بشيدير 100 دولار. Ana باحلم ولا ايه يا جماعة في ايogo انا باحلم الا ايه? ايه ده ده ايه? الدينار ب140 دولار؟ الدينار الان جزائري ب140 دولار ده ايه ده انا راحناخ جنة ولا ايه؟ انا متخ mete angina ولا في ايه يا جماعة ؟ هتقواسك من نفسك جدا ايه ده انا مش قد انا انا زعلان علاج جني المصري واللهRock D La sine وإن شاء الله بإذن الله بدعي ربنا أن الجني المصري يقف على رجله ثاني ونرجع ثاني مبسوطين بالجني المصري بتاعنا ولكن احنا معترفين بالحقيقة أن احنا حالياً يعني مصر بتحاول أنها إن شاء الله بإذن الله تعود ثاني لمكانتها الاقتصادية ولكن الجزائر ماشاء الله كوكا بلالا ماشاء الله الدينار الجزائري بمئة واربعين دولار ده اليورو مش بمئة واربعين دولار يا جدا عندك السترليني مش بمئة واربعين دولار الدينار الجزائري بندفق إلا حول ولا قوة إلا بالله عجائب كوكب لالا لا تنتهي يا جماعة والله أنا بقى بقى مبسوط جداً وأنا عابب أتفرج على كوكب لالا لأنه إحنا عايزين نعمل قناة زي سبيس تون نعمل قناة اسمها كوكب لالا تون نجي بقى عليها لحاجات بتاعة الأطفال وحاجات الكوميدية وكده نتفرج عليها كلنا نتصبح القيمة حتى بالنسبة للإستيراد قيمة على الدينار ترتفع قدت بقى أعلى من الدولار واليورو والسترليني يا راجل بقى ماش كلام فارغ دولار إيه ويورو إيه وسترليني مين إحنا فاضين للكلام ده إحنا قد دينار الجزائري أعلى من كل حاجة في الدنيا وهيبقى أعلى من كل حاجة في الدنيا لا حول ولا قوت إلا بالله أنا متعودة دايماً أنا تعبت أنا الفيديوهات بتيجوا وأنا ماشي كده والله أنا بقى كوكب لالا بيبعتلي فيديوهات وأنا ماشي كده بالعربية حبيب المغربة بعتولي كوميت فيديوهات كده مش عارف أسالك إيه ولا إيه يعني أنا بقعد ماشي في الطريق باركن على جنبه وصور لكم الفيديو والله من كتر ما أنا مش عارف أعلق علي إيه واسيب إيه الموضوع حماس كبير جداً يا جماعة بس أهم حاجة إحنا لازم بقى العالم كله يعرف دلوقت ولا تقولي دولار ولا استرليني ولا الكلام الفاضي ده أبداً الدينار الجزائري بمئة واربعين دولار واسع ولا بنشتري أمريكا طيب يعني ممكن الجزائر تشتري أمريكا في الحالة دي أصلي بالمعدل اللي حضرتك بتقوله ده كده الجزائر تشتري أمريكا لا حول ولا قوة إلا بالله ولا نال الله في كوكب لا الله الحقيقة أنا بستغرب جداً من التعليقات دي وخاصة من إنه الجزائريين لما بدخل أتكلم أو أجيب فيديوهات زي دي أو أجيب فيديوهات مثلاً بتقولهم إنه ما ينفعش نتكلم كده على المغرب ما ينفعش ننسيب كل حاجة مغربية لنفسنا ما ينفعش إنه نلغي التاريخ المغربي كلام ده ما ينفعش يا جماعة بيكتبولي في التعليقات رحشوف بلدك الاقتصاد هوائي أو مش اقتصاد هوائي يا باشا أنا بلد يعدب بأزمة اقتصادية بعد الثورة ومن بعد الثورة الأزمة الاقتصادية المستمرة ولكن مصر بتحاول توقف على رجلها أنا النهاردة لما بمشي في المدينة العاصمة الإدارية الجديدة أو بمشي في شوارع مصر في الشيخ زايد أو بشوف تطور كبير جداً عن اللي كنا فيه فخلينا واقعيين إنه مصر بقى فيها تشييد وإنشاءات ما كانتش موجودة قبل كده يعني فأنا لازم أقف مع بلدي وتحمل ظروف بلدي ده لازم دواجبي هتحمل ظروف بلدي لأن أنا بحب بلدي فيه بقى الناس بقى اللي عندي بعض الخلافات معاهم الناس اللي بتتعامل بشكل في شوارع مصر مثلاً زي ما قلتلكم قبل كده اللي بيرمز بقى في الشارع اللي يحط فرشة كده في الشارع عايزي بيع حاجات يوقف قدام الناس الناس دي هي اللي عندي خلاف معاها لأن أنا بحب مصر بحب بلدي لما في النهاردة أقول إن أنا بحب بلدي بلازم أعترف بالحقيقة إنه مصر عندها مشكلة اقتصادية وإن شاء الله بعد دخولنا في البريكس إن شاء الله ربنا سأله خطوة بخطوة بإذن الله مصر تعود لمكانتها تاني وترجع تاني إن شاء الله بإذن الله اقتصادياً أقوى من الأول بس ما بمشيش في الشارع أقول إن الجنيه المصري بخمسمائة دولار أمريكي ما بيفعش أقول كده لا لازم أعترف بالوضع الحالي لبلدي أو أشوف إن بلدي بتشتغل وإن شاء الله القطر المونوريل ده يشتغل والدنيا تمشي والسياحة ترجع تاني وأقف جنب بلدي لكن ما كدبش إنما يعني هما بيطلعوا يقولوا إنه الدينار ولا مش عارف لإيه الجزائري بمئة واربعين دولار ويكتب لك في التعليقات يلا اللي عندوك طوابير في مصر يلا يا بتوع الطعمية طعمية إيه كابت انت بتسرق أكل المغرب يعني انت بتاخد الكسكس تقول عليه بتاعك وبتاخد الطاجين بتاعك والحريرة تقول بتاعتك والقفطان تقول يعني انت لا 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 عندك لبس يعني بتسرق لبس المغربة ولا عندك أكل بتسرق أكل المغربة طوابير عندك على الزيت والحليب وكل حاجة في الدنيا بتقف عليها طوابير الحمد لله أنا هنا ما بنقفش طوابير على الحليب ولا بنقف طوابير على اللعيش الحمد لله فأنا مش قادر أفهم المنطق اللي الناس دي مش يابيه ومش قادر أفهموا بيعيرونا بأنهي منطق وبأنهي دم يعني البني قدم دايما لما يعير اللي قدامه اولا ما ينفعش تعير اللي قدامك تاني حاجة لما تعير بقى اللي قدامك تعيره بحاجة عندك انما انت عمال تعير وتعير فينا وانت اصلا يعني مش لائلة وعمال تاخد في طراث جيرانك وتاخد في اكل جيرانك وتقول عليه بتاعك من كتر ما انت ما عندكش حاجة خالص فانا مش قادر افهم الحقيقة الناس دي بتفكر ازاي ولكن في الاول وفي الاخر احنا بنجيب الفيديوهات اللي هي ما بتنتهيش انا بشكر اخواتي واصدقائي والمغربة وحبيبي اللي دايما بيشاركوا معي الفيديوهات دي لان هي بتباين لنا قد ايه احنا انا كان عندي حق لما اطلقت على هذا المجتمع كوكب لالا لانه كوكب لالا بتعبر عن اللي احنا بنشوفه عمرنا بنشوف الكلام ده في ايه حتة في العالم بدل ما تطلع تعيرني وتتريع علي وتقول انت بتاخد فلوس من المغزن وتقول انت بتعمل وبتعمل روح يا ابني عالج المشاكل النفسية اللي عندك دي واسيبك من المغرب واسيبك من نينة واسيبك من الاهرامات اللي هي بتاعتك واسيبك من العجب دي خارك حاول ترتقي فلان الله في كوكب لالا والله يكون فعولنا جميعا في نهاية الفيديو بشكركم شكرا جزيلا وباذن الله يعني انا بعمل محاولات كده كن موجود في المغرب ان شاء الله في الصيف اذا ربنا كرم يعني المرضي فاتي كنت موجود شهرة تسعة المرضي عايز كده جي الصيف من اوله كلهم في المغرب في فترة الصيف يعني فاتمنى ان شاء الله اكون موجود في الفترة دي سؤال بقى عايز اقوله لكم لان انا شوفتم بارح واثر فيها جدا يعني هو خارج نطاق موضوعنا شوية بس حابب اسألكو عليه اولا بعتزر تاني ان انا الفيديو ياب بتاعتلوا مين دول كلها بعملها من العربية لان انا غصب عني انتم عارفين رمضان لوقت زنقة واضطر انزل وروح واجي اه وحتى اليوتيوب بيوصلش ليكم بشكل كويس الايام دي ولكن انا بحب اكون متواجد معاكم بقدر الامكان واللي لسه موجودين وبيتواجدوا يوميا بشوفهم يعني فبشكرهم طبعا شكرا جزيلا انه حتى في ظروف وضغط رمضان هما موجودين وبيتابعوني دايما وبيبخلوش على الاهتمام بالحاجات اللي انا بقولها لانه بيكون بالنسبة لي مؤثر جدا لما حس ان انا صوتي بيوصلوكو يعني الاهم من كل ده السؤال اللي كنت عايز اسألهلكو السؤال اللي كنت عايز اسألهلكو انا شوفت بوست بيقول الحقيقة هو اثر فيها جدا بيقول انه لو رجع بيك الزمن تاني لو عمر تاني ابتدائي تلت ابتدائي لو انا مش عارف ده بيبقى يعني فترة ايه في العمر عندكم في المغرب ولكن ايا فترة في الطفولة يعني معرفش بتختلف عننا سنة او سنتين او لا هل هتحب ده ولا لا وهل هتتمنى انه الزمن يرجع بيك تاني للوقت ده ولا لا انا شخصيا اتمنى جدا لانه انا بيؤثر فيها جدا ايام الطفولة وايام زمان ومصر زمان وايام البرامج التلفزيونية الجميلة والقنوات والحياة اللي ما كانش فيها شوية الضغوط اللي بقت عندنا دلوقتي والهم اللي الواحد بقى اشايله شوية كتير يعني مش مش شوية فانا عن نفسي بقى اتمنى ان ارجع للزمن ده تاني وارجع تاني طفل ولا افكر في حاجة وعيش في الزمن ده بقى ينسوني فيه فانت لو رجع بيك الزمن هتتمنى انك ترجع للوقت ده وتعيد حياتك تاني مش عشان تصلح حاجة بس عشان تستمتع بوقت الطفولة ده تاني ولا هتحب ان انت خلاص وصلت للسنة ده ومش عايز ترجع تاني ده اللي انا عايز اقولكم ان انا ده الموضوع ده مؤثر فيها جدا لان انا بجد بفتقد جدا ايام الطفولة يعني فمش عارف رأيوكو ايه في الموضوع ده وده خارج موضوعنا شوية بس عبت ان انا شاركوه معاكم بشكرك شكرا جزيلا وتعياتي لكم جميعا وانا كان بغيكم بالزاف حافظ الله مصر وحافظ الله المغرب وكالعادة لنا الله اشتركوا في القناة